برعاية المنظمة الليبية للنشاط الاجتماعي انتظمت بجربة ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا وسبل الوقاية منها ضمن الحملة التي تقيمها جمعية صناع الحياة تحت شعار كلنا واحد ضد كورونا واستهدفت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني اليوم طبعا وبتكليف من جمعية صناع الحياة على مستوى الليبيا كلفت ان اقيم بحملة على مستوى واجل الحياة لحملة ضد مرض الكورونا وها نحن في هذه الحملة من عنصرين الرجال والنساء قمنا بهذه الحملة التوعوية ضد هذا المرض او هذا الوباء والحقيقة كان المحاضر في المستوى وطريقة الناس او المحاضرين او الاستماع في هذه المحاضرة اعجبوا بهذه اللقاء تطرقت الندوة الى عدة مواضيع تخص بطرق مكافحة انتشار الفيروس بالتركيز على التباعد الاجتماعي والنظافة اضافة الى تصحيح المفاهيم الخاطئة عند استعمال الكمامات وقت الحاجة اليها وحسب النوع الذي يتماشى مع حالة الاشخاص تطرقنا لعدة اخطاء اللي هو شائعة اللي هو ادت الى انهيار اقتصاد اللي هو الوزارة الصحة اللي هو منها استعمال اللي هو القلافزات واستعمال مفرط اللي هو في الكمامات ايضا اللي هو تم تصحيح طريقة استعمال الكمام وطريقة اللي هو كيف اننا نحافظ على انفسنا اننا ما يقعدش في الكمام بفترة طويلة في فترات غير الهوة المعتدة بها سواء كانت الاماكن مزدحمة والاماكن مقتضة بالبشر تهدف الحملة الى توعية المجتمع المدني من مخاطر تفشي فيروس كورونا حالة تهاوني مع الاجراءات الاحترازية وتعاطيها بشكل خاطئ الذي قد يسهم في نقل العدوى من شخص لاخر لاسيما خشية الجميع من استياد وطيرة الاصابة مع دخول فصل الشتاء اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة